إسرائيل تقتحم المسجد الأقصى إلى متى يستمر اقتحام المسجد الأقصى يقول محمود درويش للفلسطينيين كم كنت وحدك يا ابن أمي يا ابن أكثر من أب كم كنت وحدك والقمح مر في حقول الآخرين والنجم فولاذ وهذا الصبح جارح حاصر حصارك لا مفر واضرب عدوك لا مفر سقط الضراع فالتقطها واضرب عدوك لا مفر وسقطت قربك فالتقطني واضرب عدوك بي فأنت الآن حر وحر وحر قتلك أو جرحاك فيك ذخيرة فاضرب عدوك لا مفر حاصر حصارك بالجنون وبالجنون وبالجنون ذهب الذين تحبهم ذهبوا فإما أن تكون أو لا تكون هكذا عبر محمود درويش عن القضية الفلسطينية كان يعرف أن الفلسطينيين وحدهم هم الذين تموقعوا في هذا المكان وهم الذين يدافعون عن شرف العروبة وشرف الأمة وشرف التاريخ ولذلك يقول لهم واسحب ظلالك من بلاط الحاكم العربي كي لا يعلقها وسامة كان يدرك أن أي كلام عن القضية الفلسطينية إنما هو مجرد شعارات إيه اللي بيحصل إيه الحكاية إسرائيل تقتحم المسجد الأقصى كما العادة كل سنة تقريبا في هذا التوقيت إسرائيل تفعل ذلك وتقتحم المسجد الأقصى وما هو إلا مخطط كبير للانقضاد على المسجد الأقصى وهدم المسجد الأقصى للبحث عن هيكل سليمان المزعوم تحت المسجد الأقصى طب إيه اللي حصل إيه الحكاية إسرائيل الناس كانت بتصلي في أمان الله في المسجد الأقصى بتصلي في شهر رمضان ومعتكفين ففجأة لقوا قوات الإسرائيلية دخلت عليهم المسجد الأقصى وكبلت رجليهم وضربتهم وسحلتهم وفي منهم نساء كمان واعتقلت منهم 500 واحد من الفلسطينيين المصلين في المسجد الأقصى وبعد ما خرجوا اقتحموا المسجد الأقصى بحات المسجد الأقصى مستوطنين إسرائيليين يهود علشان جالك نتبح القرابين إذانا بقرب عيد الفصح اللي هو في 12 أبريل إيه ده كل سنة يتكرر هذا الوضع ويستفزوا الفلسطينيين وبعدين تجي ضربة إسرائيل في غزة وبعدين يجوا مش عارف العالم يجوم ونهدئ ونعمل وبتاع ويجوا واخدين حتى زيادة يعني هما كده تدي له صابعك يأكل دراعك فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة قالت أن هناك رد قادم لا محالة أطلقت المقاومة الفلسطينية عشر سواريخ من غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية لكن الجيش الإسرائيلي قام بغارات جوية مكسفة استهدفت مواقع المقاومة وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي أيتمار بن غفير أن الرد على سواريخ غزة يجب أن يكون قويا وعلى جميع الأصعدة والاتجاهات طب إيه المواقف الدولية من هذه الكارثة اللي بتحصل كل سنة؟ مواقف العالم مواقف المسلمين أنت عارفين أنت فيه كم مسلم دلوقت في العالم فيه حوالي 2 مليار مسلم إيه المواقف اللي بتحصل دي؟ إيه مواقف العالم؟ تعال نشوف المفوضية الأوروبية في بروكسل أبدت استياءها من اقتحام الأقصى وطلبت بالحفاظ على الوضع القانوني للأقصى والله شكرا بريطانيا شددت على ضرورة احترام حرية الأماكن المقدسة وحمايتها بريطانيا خد بالك بريطانيا عايز احترام الأماكن المقدسة اللي في فلسطين اللي بريطانيا هي اللي جابت إسرائيل وهي اللي ادتهم وعد بيلفور 1917 وهي التي أقامت لهم وطن قومي لليهود فين في فلسطين ونحن ننتظر رد فعل من بريطانيا طيب أمريكا أمريكا واشنطن تشعر بالقلق بسبب العنف المتبادل من الطرفين طب بالله عليك يا واشنطن فين العنف المتبادل من الطرفين ده الناس كانوا بيصلوا في الجامع دخلوا اقتحموا عليهم الجامع وضربوهم وسحلوهم وقيدوهم وجبضوا على خمسمائة واحد منهم اعتقلوهم فين بجى الطرفين فين العنف اللي من الطرفين فين هو ليه ما فيش حتى مجرد كلمة إدانة لإسرائيل لأن إسرائيل هي بنت أمريكا غير الشرعية والمدللة كندا أعلن جاستن تروضو رئيس الوزراء الكندي عن قلق بلاده من خطاب التصعيد للحكومة الإسرائيلية والله يكبتر خيرك كندا اللي مش مستنين منها أصلا خير اللي في آخر الدنيا أبدت القلق طيب تعال نشوف الدولة العربية عملتي والدولة الإسلامية مفاجأة طبعا مفاجأة رهيبة جدا عشان تكون عارف أدانت جامعة الدول العربية ما حدث في المسجد الأقصى أدانت يعني شوف أدانت دي يعني شوف يجف عندي دي وحطت تحتها مليون خط أدانت جامعة الدول العربية وقالت أن ذلك يؤذي مشاعر المسلمين وأن تصدير الأزمة السياسية الداخلية الإسرائيلية إلى الفلسطينيين أمر غير مقبول وغير منطقي وشكرا شوف يعني ما فيش ما فيش رد فعل رهيب جدا عنيف جدا أدانت أدانت من سنة 48 وإحنا أدانت وأدانة وشجبة واستنكرة هم الثلاثة دولة أدانة شجب استنكار نشوف الدول العربية الثانية التي أدانت برضو وألف ألف مبروك قطر السعودية مصر الأردن الكويت المغرب تونس لبنان العراق ليبيا الإمارات الجزائر هذه الدول التي وكل عام وانتم بخير التي أدانت وشجبت واستنكرت الأردن ومصر دعت إلى اجتماع عاجل للجامعة الدول العربية طب ها اجتمعت يا أخوة الجامعة الدول العربية ها احنا اجتمعنا وبعدين احنا بعد الاجتماع ومصاريفه وبتاعه وانتقال في وزراء الخارجية ومش عارفه واجتماعاته في الآخر خلص هنطلع بواحد مقال طويل عارفه نقول نحن ندين واناش جب وانات طب ما خلاص احنا أدان خلاص بك احنا ليه نعمل الاجتماع وبتاعه إسلاميا إسلاميا استنكرت دولتين فقط إسلاميا تركيا وإيران فقط تخيل فين ماليزيا مفيش فين أندونيسيا مفيش فين باكستان مش كل دي دول إسلامية وفي أكبر تجمعات إسلامية مفيش فين أفغانست مفيش اتنين مليار مسلم دولتين فقط هما الذين شاجبوا تركيا وإيران نظرا للمحيط الجغرافي إن هما موجودين في منطقة الشرق الأوسط هذه الفعلة تتكرر كل عام وتنتهي في نهاية شهر رمضان ارجعوا الرمضانات اللي فاتت هتلاقوا دايما في نهاية آخر عشر تيام في رمضان في حرب بين إسرائيل وبين غزة إسرائيل عايزة تهرب للأمام ليه عندها مشاكل داخلية وعندها مظاهرات داخلية بسبب قانون القضاء اللي عايز يمرره نتنياهو ايه قانون القضاء ده القضاء المحكمة الدستورية العليا في إسرائيل هي التي تعين القضاء نتنياهو عايز مجلس الوزراء الإسرائيلي اللي بما فيهم هو يعني هو اللي عايز يعين القضاء وبالتالي خرية المظاهرات مئات الألاف علشان تعبر عن غضبها فهو عايز يهرب للأمام عايز يقول الإسرائيليين إن إحنا مستهدفين ده إحنا شوف إحنا دولة واحدة بس وجعنا بين كم دولة شوف كل الدول دي ما بتحبناش تخيلوا فإحنا لازم نتماسك ولازم نكون يد وحدة ولازم نعملش مش فإسرائيل تهرب إلى الأمام كل سنة يحصل هذا النظام دلوقت في الوقت الحالي اللي إحنا يمكن بتكلم فيه فيه عشرات الألاف وربما بمئات الألاف يخرجون فيه مظاهرات في جميع فلسطين للتعبير عن غضبهم واستياءهم من اقتحام المسجد أنتوا عارفين أو فاكرين أول اقتحام لساعة لما جامت انتفاض ومش عارفين لما شارون اقتحم المسجد الأقصى فهذه نقطة حساسة جدا بالنسبة لجميع العرب ولجميع المسلمين في العالم كله وخاصة المسجد الأقصى لأنه كان أولى القبلتين كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي ناحية المسجد الأقصى حتى اليهود جمعة يروج قالوا له أنت لو نبي ما كان يبليك قبلة ما أنت بتصلي تابعة القبلة بتاعتنا احنا فربنا قال له وقد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة تنطردها فربنا ايه فولي وجهك شطرة المسجد الحرام وإنما كنتم فولي وجوهكم شطرة فالمسجد الأقصى ده جماعة قيمة نفسية عميقة جدا لدى جميع المسلمين استنوا الحلقة الجاية إن شاء الله هنعمل حلقة مفصلة عن تاريخ المسجد الأقصى من أول ما بنية لأن إشكالية كبرى من اللي بان المسجد الأقصى ده لحد ما وصل لأيام سيدنا سليمان وأيام سيدنا داود وانقسمت دولة سليمان بعد ما ماتوا إلى دولة إسرائيل في الشمال وإلى دولة يهوذة في الجنوب هناخد هذا التاريخ المفصل للمسجد الأقصى وكل ما حيك بالمسجد الأقصى اللي أنا عايزة أقوله يا جماعة أن لا بد لا بد أن يكون هناك رد فعل قوي يعني إيه يعني مثلا أنا لما أستدعي السفير الإسرائيلي في بلدي مثلا ونقوله اللي أنتو بتعملوه ده غلط ما يصحش مجرد فكر مجرد استدعاء السفير يعني حاجة يعني كده تتحسس إن فيه إيه فيه حاجة إنما إحنا دايما عايشين عشان نقنودين ونشجب ونستنكر طب وبعدين ما هذه المصطلحات عاف عليها الزمن وما فيش مصطلحات جديدة يا سيد استدعي السفير قل له تعالى عيب اللي بتعملوه ده اللي بتعملوه ده لا يصح ما ينفعش ما يرضناش هيجي السفير متصل ببلده بإسرائيل هيجل لهم دحنا وهتيجي وكالات الأنباء كاملة تكتب الدولة الفلانية استدعت السفير أول ما هنشوفوا دولة استدعت السفير هتجي دي من استدعية ودي من استدعية ودي من استدعية وفيه موقف بقى إيه موقف حازم وموقف أكثر قوة الأقصى الأقصى يا جماعة فيه مخطط رهيب جدا للانقضار على الأقصى وهدم الأقصى والمفروض أن الناس أكثر ناس وعين بهذا المخطط الفلسطينيين ليه بيروحوا بمئات الألاف عشان يصلوا في الأقصى لأنه يقع على عاتقهم وحدهم حماية المسجد الأقصى أما الناس اللي بعيدة فلا يملكون غير زي ما احنا قلنا الإدانة والشيب والاستنكار أما الفلسطينيين فهم أبناء الأرض ولن يحر الأرض غير أبنائها انتظرونا في الحلقة الجاية كلها إفارة ومتعة وتشويق عن تاريخ المسجد الأقصى وشكرا اشتركوا في القناة